مشاهدينا في الوطن العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بألف خير بمناسبة اليوم العربي الأرصاد الجوية والآن إليكم الأحوال الجوية المتوقعة في الأجزاء المختلفة من الوطن العربي خلال عطلة نهاية الأسبوع نبدأ في المغرب العربي هناك اضطرابات في الأحوال الجوية نتيجة تأثير المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي وبالتالي غيوم ركامية إلى ركام مزني خاصة في المناطق السواحل الشمالية والشمالية الغربية من مغرب العربي تؤدي إلى سقوط زخات رعدية من البطر مصحوبة بالبرق والبرد والرعد أحيانا أما ليبيا ومصر فتمتاز السواحل الشمالية بأجواء رطبة وحارة نسبيا إلى حارة أما المناطق الجنوبية من ليبيا ومصر فتمتاز بأجواء شديدة الحرارة أما السودان فتتأثر أيضا بأمطار غزيرة في بعض الأماكن وأجواء حارة بشكل عام هذه الأمطار تكون غزيرة مصحوبة بالبرق والبرد والرعد تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول وحدوث بعض الفيضانات أحيانا أما المملكة العربية السعودية فالمناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي فتكون غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر أحيانا هذه تمتد لتصل إلى بعض أجزاء من مناطق الجنوبية لمكة المكرمة أما بقية أجزاء المملكة العربية السعودية فتمتاز أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في معظم المناطق المملكة أما المناطق الشرقية من المملكة العربية السعودية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة تنشط الرياح الشمالية الغربية بتكون مثيرة الغبار والأتربي وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أما العراق والكويت فأيضا تمتاز بأجواء حارة إلى شديدة الحرارة والمناطق الجنوبية من العراق والكويت بتنشط فيها الرياح الشمالية الغربية وتكون مثيرة الغضار والأتربة أما منطقة بلاد الشام تتأثر بكتلة هوائية حارة نسبيا تؤدي إلى ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تكون الأجواء حارة نسبيا ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها في معظم مناطق بلاد الشام مشاهدينا نتمنى الجميع أوقاتا سعيدة وكل عام وأنتم بخير وأنترككم في أمان الله